هنبدأ برؤية حضرتك لما تم وما أعلن عنه عن طريق مجلس إدارة النادي والقرارات الأخيرة هذلك شايف إزاي الأجواء بعد ما صدر من قرارات عن مجلس الإدارة الحالية هو النادي الآلي كان في الفترة اللي فاتت دي يد يعني مجلس الإدارة ما بيتكلمش وأنا بأعتقد أن في أوقات بيبقى السكوت أفضل كتير أو من الكلام الحكاية دي حصلت بس ما لها نرلع الوراء شوية للاجتماع الذي عقد في اتحاد الكورة وأنا شايف أن الاتحاد أصلا في القضية قضية التقليل ومش التقليل وكلام ده الاتحاد قراره صح بس التعامل مع القضية كلها كله غلط يعني تمام أنا أعلي بالناس تعود ليه في موضوع ده صلب اختصاصي أنا كاتحاد ومن الأول هو ليسه المختصاص وهو صح ليه لأن الاتحاد في بداية الموسم معروف أن الكاف ضغط المباراة يعني فيه ظروف معينة بالضغط المباراة والتغيير المباراة الإفريقية فبالتالي نعكس والمشاركة العربية والمشاركة الإفريقية والمشاركة كاس والمشاركة الدورية فحيبه فيه والاتحاد قبلغ لميع الأندية بهذا الكلام والكل وافق على هذا الكلام وأنه حيبه فيه مباراة مضغوطة وحيبه فيه تقليلات وحيب أعيب 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 أمي لحد بعد كده يعترض كان الاتحاد يقول له وفقاً لللي حصل كذا وخلصنا إنما ما ليبش الناس تقعد فأصلاً في مناخ كله متوتر بلا السبب أنا معارفش يعني يعني أنا مش أنا مش شاب بقى يعني إحنا كيف التوتر يعني مثلاً إن إحنا عايزين نتوتر يعني فالدنيا عمالة توتر وبعدين نخلي بالنا إن الخطور ده فيه له مهور وفيه بتأثير ده في وقت إن إحنا محتاجين كلنا نبقى دينا في قدين بعض عشان عندنا كاس أمم أفريقية وما ينفعش إن إحنا نطلب كاس أمم أفريقية مصر بتاريخها بحضرها بكل حاجة إن تطلع البطولة دي فيه أي حال النمور أنصر مهم جداً في هذه البطولة وبصورة أو بأخرى وبكل الطرق وعلى كل واحدة نتحمل مسؤوليته ولازم نتحمل مسؤوليتنا في الفترة اللي جاي علشان نعمل بطولة كويسة بطولة كويسة يعني أي مدرج في أي ملعب مع أي فرق من الفرق اللي بتلعب في الخمس مجموعات في خمس استادات لازم الملعب يقوم مليان ولازم يقوم فيه تشليق لازم تعرف إن إحنا بحكم إن مصر الشقيقة الكبرى لكل الدول الأفريقية بحكم حاجات كثيرة جداً لازم نعمل ده مدخل مهم جداً الحوار وبيفكرني بمقولة عجبتني جداً للأستاذ إبراهيم حجازي حضرتك قلت أكتر من مرة إن الانتماءات الرياضية والثقافية والفنية وكل الأنواع الانتماءات لابد أن تكون جزء من الانتماء الأكبر للوطن والكيان الكبير مصر إزاي الرسالة دي حضرتك حابب توصلها إزاي لكل القيادات وكل أطراف هذه المنظومة الكروية في مصر وإزاي هم يقدوا دورهم علشان نبقى كلنا جزء من انتماء أكبر للوطن إذا ما كانش الانتماء أولاً الانتماء اللي نادي مش ننسية يعني الأهلوية الانسية ولا الزمالكوية الانسية ده انتماء اللي نادي وأنا بشرع هذا الانتماء تماماً أحب أول أن يبقى فيه انتماء بس الانتماء ده في الأول ده قوة بتضاف في رزق من قوة أكبر اللي هو انتماء الوطن والانتماء ده لازم يصبه في انتماء الوطن إنما لو الانتماء ده تحول لحالة تانية لتعاصب وبقى النهار ده قوة مضادة ده لا 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 بلاها كورة وبلاها رياضة هل في الحالة دي يضر ولا يضر؟ اه طبعا لا 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 مش هينفع الكلام ده فهو ده الموضوع الانتماء ياريت لان احنا الفكرة كلها ايه وانا الانتماء الاول لازم نرد عدا تاني الانتماء الاول الطفل الاول انتماء لي فيه للأسرة الصغيرة هو بقانين يبتدي للمكان اللي قاعد فيه والحي لغاية ما بيوصل الانتماء تحت عالم مصر للوطن اذا ما كانتش الانشطة التربوية والرياضة اهمها على الاطلاق بتاخدنا للدفع ده وتنمية هذا الانتماء ووضعه في المكان الصحيح بحيث ان بقوة دفع للانتماء الاكبر للوطن يبنوقف نشوف ايه الغلط اللي موجود حقيقة الامر دلوقتي المسألة مش كده